فاي بلاي رجعنا من جديد في فاي بلاي مواصلين في استقبال الضيوغ نتفجعنا الناس لكل اليوم الصباح بإخبار إصابة الحارس المتقلق للسي اس 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 والمنتخب الوطني التونسي ايمان داحمان الحارس الصاعد الشاب في الكرة التونسية ما عمل عليه برشة للمرة الثانية في مسيره ايمان حابنا نكون معنا طبيب السي اس اس ما جمعنا ما تحصلوا عليه ايضا حابنا نكون معنا الحارس مازال مش مؤهل بش تكلم حابنا نتمنوكم على حالة وكذلك معنوياته مع وكيل اعماله اللي كان معاه منذ قليل وسيم تايب وسيم مهلا بك شكرا لك اسلام شكرا للمستمعين اذا عدت اشبص افرام او اذا عدت اكس بلس افرام عفوط موس موس كل كيف كيف والله في واحد حارة مفسية صعيمة شوية تعرفينا علاقتي بالحارس الساعي وعلاقة كبيرة معناها بطرينة وكيل متاعولي هو اخويا وصغير اليوم في الصباح ومن البارح من البعض بيكير ما أنا أتصل فيه وكي أحكيلي عن نوعية في أستاذ بيكير على رفت إنه بشكل ممكن حاجة تكون تتعيبة خاطر واحد مرر برسة حالات ما مرر مع بعض النعيبين خاطر اليوم بفضعت برسة على هاي من ألا غالب قدر اللهم تعلم في يوم تتعيب ما أنا أتطور إني حارس دولي ما أنا دوبها أطلع ودوبها واحد فاك بلاستوك لكي ناس النار مش يكون حارس دول المتخب هذه صاحب ما زلنا معنا تأكد طوان معنا البحثات الأولية إنه معنا نجد أموكروزين إن شاء الله ما زلنا نعمل بحثات ثانية عند دكتور المتحب الوطني وملازم تببيل المتحب الوطني مع تنسيخ ملازم تببيل ندري للسيخ فيه مع الإجارة إن شاء الله ربي إن شاء الله يقوله واحد ما زال عدنا بشيث الأمل إن شاء الله ربي يسترك هاي حكيت معاه أنت أكيد ويسيم طمنا على حالة النفسية خاصة تصفي أكثر من مرة ومتصفي أكثر من مرة ممكن أن أيمن ديما يقولها بالفهم ويقول كل شيء بالكتبة حيث ترجعنا عليها الناس الكل ترجع تعني العالة الجماهي الندري للشخصي العالة الرياضية لكل في تورس شكرا للدكتور زادة وديع الجليل ليهو السابتة رحمنا والجامعة والمنتخب ومنذر كبير وفي سهيل السابني لكل مرة نتصفي في كل لحظة حالة النفسية تقول لك حاجة ديما قال لي هذاك أشكتب ربي هذاك أشكتب ربي لكن في نفس الوقت حش موجوع موجوع قاعدين من في كل لحظة قاعد يخم في كاس العالم 2020 قاعد يخمهم في في كوب دراب اللي بتكتير في الخطر اليوم الكديسة أدمنه يقولون له أنا في جامعة واجيب بالعاكسة يواحد يشتير له ممكن حكي أنت إسلام معناها تطبيق التواليث ومتحسر عليه كل اليوم أكثر من أكيد التوينس الكل ذهر اللي وسيم نتبع حتى في وسيم ذهر اللي نتبع حتى في الباجيت متع جمعية الكل ذهر اللي موجة تعاطف كبيرة مع أيمن خاصة اللاعب عنده أخليق رفاعة جدا الناس كل تحب وتحترم وزيد الحمد لله يا ربي أيمن دحمان غني عن التعريف أيمن دحمان كتقول أيمن دحمان أيمن دحمان اللي تحبوا الجباهي لتوتيه كل من بزرة البنجردان أيمن يحترموه الملعبية كل تستور اليوم تلفونه مقفل ما فماش ما فماش مياه وعشرين مئة ثلاثين واحد بصال بيه معنا تلفوني مستكتر يسألوا عليه يتمانوا عليه الله غالب والله يصدقني لا يمكن اللحظة ذي من أسوأ اللحظاتي عسنا في حياتي حتى رندا تحسط علاقتي إنسان المتربي إنسان المتخلق إنسان اللي يقوم لربعة أصباحي حتى للفجر إنسان ما موجودة فيه وسيم أنا واحد من الناس موجود عليه برش وسيم هو ذلك أيمن جيته قبل اللي قاموك الوزير وتعديه هذا هاللي قادر بشي يفجع كيف كيف نفس المستويات متاعه اللي كان عليه قادر هو قادر والمشكلة هي معناها الحمد لله يا ربي معناها ما جيتهوش يستقعون أخر يستقعون أخر يستقعون أخر معناها معناها ممكن حتى عملية تهيل متاعه تكون بسرعة حسب معناها معد معد أثنين والأثنين أتصابة عملت الإشارة وعندي كثيرة فإنسان سهير يستمعوني بسراحة لما عمل تهيل بعض اللاعبين ونجح التهيل وإن شاء الله يقوموا معه بالتهيل وإن شاء الله مع تنسيق مع الإجارة السفير وإجازة يرجع عائم المستوي في نفس السيق وقتلي أو لا ما هو في نفس السيق أو لا في نفس السيق الأقديم أو لا في نفس السيق فهمتني هذا لم يقلقوا معناها كما نقول معناها أمور أمور ما تتبع أما حسب هنوني تتبع أنه تكون ممكن حتى في ثلاثة شهور أو ثلاثة شهور أو الأسطر ممكن أيمن يتأهل معناها ويكون حاذب أما الحمدول أن الحجر تحسها اليوم وتبتخر بها لأنني أنا في أربع سنوات مع أيمن تحبات عشت أنه حارث محبوب من كامل زماهية الرياضية طنسية من طوال من السفاقص من طراجي من أكليب نسكلها تثور حتى نسكل تسأل عليه باجة مشكورين من درد بنجردان نسكل تتاويين نسكل تتكلم نسكل تتكلم نسكل تتكلم نسكل تتكلم من برا تبدخلي تتصلوا بها من الليبي من أهل جيته في وقت خائب هو في الوقت اللي عدت عدا فيها بفورمة كبيرة والله هذا حصيته حصيته في أيمن وحصيته في المدرب الناخب الوطني ما أنا وصلت معها هنا في موضوع أيمن اليوم ما أنا حصيته لي أنه معناها متحسر على متحسر وواجعوا أيمن درجة مستور أقبل الله غالب الواحد هذي يشيقول قدر الله ماذا أفعله لواحد قدر الله ما شيء أفعل كهو قدقني إسلام كويا شو تقول لك أنا معناها حتى أنا في حرام معناها واحد شو تقول لك ما أنا شو تقول لك عارس كون متقلق نسكل تحكي عليه تلهاو به قال له غالب أذاك هو في تونس هو اللي تلهاو به إن شاء الله لا بس هو كذلك كيف كيف وحمد أمين بن عمرزل إن شاء الله بالشفاء العجل ويرجع إن شاء الله إن شاء الله يا ربي أنت مشكور إسلام وأكسبرس أفهم ديما سابقا معنا و تكون ديما عندك الأخبار إن شاء الله أي من أول ما يولي لاباس مش يكون معاك إن شاء الله إن شاء الله بالشفاء العجل إن شاء الله ويرجع كل الجمهين الرياضية التونسية اليوم بالحق حقينا الروح لأنه في عائلة رياضية واحدة نعيشه كل قلوبنا قد تختلف الألوان لكن لا تختلف القلوب معنا الحمد لله اليوم إن شاء الله أكيد إن شاء الله عودة سريعة للميادين حرص السياسس وحرص الدولي وحرص المتخب أيمن دحمان نفيد التونسية في الأخبار وبعد مكملين في البلاي حتى المطاق